بسم الله الرحمن الرحيم حميم وقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرا قالتها أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلى الله قالوا لو شاء ربنا الأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عنهم ليحان صرصرا في أيام من ناحي ساترين الذين قوم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والأعذاب الأخيرة أخزاوهم لا ينصرون وأما ثمود فهليناهم في السحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون ونجعين الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا أشهد عليهم سمعون وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحت من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المحتبين وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم قولوا في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون فلا نذيقنا الذين كفروا عذابا شديدا ولا نجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وأعداء الله وقال الذين كفروا ربنا ألين الذين يضلانا من الجن والإنسين جعلوا ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزنوا عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كتبتوا عدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخيرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعونا نزولا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم يتعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بليل والنار هم لا يسهمون ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أما يتآمن يوم القيامة يعملوا ما شئت منه بما تعملون بصير إن الذي يكفر بالذكر لما جاءهم وإنه لك كتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو إقاب أليم ولو جعلناه قرآن عجمين لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقورون وهو علي مع من أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتي المسكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقة من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه من أساف علي وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أثى ولا تضع إلا بعلمي ويوم يناديه من الشركاء قالوا أذنك ما منا من شهيد وضل عنه ما كانوا يدعون من قبل وظن ما لهم من محيص لا يسمو الإنسان من دعاء الخير وإن مسوا الشرف يأوسهم قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقول الناذل وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لا الحسن فلا ننب أن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب الغليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضه ونأى بجانبي وإذا مسوا الشرف ذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كانوا عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط